موضوعنا في هذه الحلقة عنوانه صناعة تيار فكري مجتمعي أنني أتحدث عن تيار فكري مجتمعي في أجواء خدمة إمام زماننا في أجواء إحياء أمر إمام زماننا في أجواء التمهيد لمشروعه العظيم فما كان من حديث عن صدقنا مع أنفسنا وعن صدقنا مع إمام زماننا كان مقدمة وبيانا للخوض في مضمار صناعة تيار فكري مجتمعي يتزين بالفكر المهدوي الأصيل يتعطر بالثقافة الزهرائية الأصيلة سيكون الكلام في عدة جهات الجهة الأولى سأعرف لكم التيار الفكرية المجتمعي ما المراد من صناعة تيار فكري مجتمعي بنحو موجز وسريع التيار الذي أتحدث عنه حركة متصلة وفقا لفكرة معينة حركة متصلة وفقا لفكرة معينة هناك فكرة وهناك حركة إنسانية مجتمعية في أجواء هذه الفكرة هذا هو التيار لابد أن نفرق بين الحزب والتكتل والتيار التيار ما هو بتنظيم ربما شاع على الألسنة أن يطلق على الصدريين من أتباع مقتدى الصدر شاع في الألسنة وفي الإعلام أن نقول عنهم من أنهم التيار الصدري في الحقيقة هذا الإطلاق ليس دقيقا قد تقولون لماذا التيار ليس له من قائد مشخص وصدريون قائدهم معروف التيار ليس اتجاها سياسيا لتحقيق هدف سياسي وهذا المعنى لا ينطبق على التيار الصدري أنا لا أريد أن أناقش أوضاع التيار الصدري لا شأن لي بهذا الموضوع إنما ذكرت هذا مثالا لتوضيح ما أريد بيانه فما يطلق عليه التيار الصدري له قائد هو مقتدى الصدر وهذه القضية ما هي بخافية وهناك هيئة اقتصادية وهناك أجنحة عسكرية مدربة ومسلحة وقد نظمت تنظيما عسكرية وهناك أجنحة سياسية هم داخلون في السلطة التشريعية وفي السلطة التنفيذية في الانتخابات الأخيرة شكلوا الكتلة الأكبر شكلوا القائمة الأكبر في البرلمان هناك مراكز ومكاتب ومؤسسات وتنظيمات عسكرية هذا لا يقال له تيار هذا تكتل وهو يختلف عن الحزب الفارق بين الحزب والتكتل أن الحزب تجمع حول فكرة فحينما نقول الحزب الشيوعي إنهم يتجمعون حول فكرة وليس حول قائد قطعا الحزب له قائد لكن الحزب لا يتجمع حول قائد وإنما يتجمع حول فكرة بينما التكتل يتجمع حول قائد كحال الصدريين الصدريون لا يتجمعون حول فكرة هذا لا يعني أنهم لا يحملون فكرة لكنهم في تنظيمهم وفي تشكيلهم يتجمعون حول شخص حول قائد التجمع حول قائد هذا تكتل وما هو بتيار التجمع حول فكرة هذا حزب حينما يكون له قائد ويكون والجا وداخلا في عالم السياسة وتفاصيلها قد يكون هناك اجتماع ما بين الفكرة والقائد مثلما تجمع الأخوان المسلمون حول حسن البنة فلقد تجمعوا حول فكرة وقائد وذلك أن جماعة الأخوان المسلمين لم يكونوا حزبا بالمعنى الإصطلاحي ربما شكلوا حزبا بالمعنى الإصطلاحي في بعض جهات تنظيمهم كانوا تجمعا ما بين منظمة سرية وحزب ديني وميليشيا فلذلك تجمعوا حول فكرة وقائد بينما سائر الأحزاب في العالم تتجمع حول فكرة تكون للأحزاب بقيادات على أي حال أنا لست بصدد الولوج في هذه التفاصيل وهذه الجزعيات أردت أن أشخص لكم المرادة من التيار حينما نقول تيار الماء إنها أمواج متدافعة في النهر موجة بعد موجة إذا أردت أن أقول من أن الأمواج هذه يجمعها حركة بالاتجاه الجنوب مثلا بالاتجاه الشرقي بحسب حركة الماء في ذلك الأخدود النهري التيار الكهربائي كذلك التيار الهوائي بالضبط مثلما عرفت لكم التيار من أنه حركة متصلة وفقا لفكرة معينة والحركة هذه حركة إنسانية مجتمعية ليس هناك من قيادة ليس هناك من تنظيم سأضرب لكم مثالا الأجواء الحسينية هي أقرب ما تكون إلى التيار الذي أتحدث عنه حينما يأتي شهر محرم وصفر يتحرك النشاط الحسيني من دون قائد مشخص من دون تنظيم مترابط بين هذه التشكيلات من الهيئات والمواكب وسائر المجالس والنشاطات الحسينية المتنوعة المختلفة ليس هناك من قيادة موحدة ليس هناك من ترابط تنظيمي بين هذه الوحدات المتفرقة مع أنها تشتغل في نفس الاتجاه وتتحرك بنفس الطريقة العمل العلني ليس هناك من سرية كل تشكيل من هذه التشكيلات مسؤول عن نفسه هو الذي ينفق على نفسه لا ينتظر من أحد أن ينفق عليه إذا ما انتهى وقت العمل فكل شخص يذهب إلى بيته هذا الحال وهذا الوضع هو أقرب ما يكون إلى التيار قد لا يكون تيارا متواصلا على طول أيام السنة لكنه يشكل مقطعا تياريا في أيام شهر محرم وصفر أما التيار الذي أتحدث عنه لا بد أن يبقى مستمرا كاستمرار تيار أمواج النهر في حالة إنسانية مجتمعية من دون قيادة شخص بعينه من دون ترابط تنظيميا بين هذه المجموعة في هذه المدينة أو في المدينة الأخرى حينما تكون هناك مجموعة ثانية أقرب الأمثلة إلى الذي أقصده هو حال النشاط الحسيني وواقع الخدمة الحسينية في الأجواء الشيعية الحسينية أيام شهر محرم وصفر هذا الأمر قد يكون موقتا بحدود شهر محرم وصفر الذي أتحدث عنه يبقى مستمرا على طول الخط مثل ما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي ليس في مقطع زماني معين ليس في مناسبة مشخصة ليس في مكان معين ليس في زمان معين ليس في طقس معين ليس في حدث معين ليس في نشاط معين وإنما تهيمن حالة الخدمة على شعورنا دائما هذا هو الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حين يقول لو أدركته لخدمته أيام حياتي إنها حالة من الهيمنة في ظاهر الإنسان وباطنه في شعوره وإحساسه وضميره ووجدانه حالة لا تفارقه وإلا كيف سنكون صادقين مع إمام زماننا إنه إمام الزمان هو إمام لكل ثانية من ثواني حياتنا فلابد أن نصدق معه في كل ثانية من ثواني حياتنا هذا هو معنى إمام الزمان ما المراد من هذا العنوان إمام الزمان إنه إمام الوقت الوقت الذي هو عمرنا وهو رأس مالنا في هذه الحياة وهذا الوقت يتألف من ساعات من دقائق من ثواني مما هو أقل من الثانية فإذا أردنا أن نكون صادقين مع إمام زماننا أن نكون صادقين معه في كل جزء من أجزاء وقتنا وإلا إذا لم نكن كذلك ما هو بإمام زماننا حينما أقول ما هو بإمام زماننا من حيث نحن هو إمام زماننا برغم آنافنا وآناف آبائنا لكننا نحن الذين نخرج أنفسنا من فنائه حينما تمر الأيام والأسابيع والشهور وتمر السنون ونحن لسنا في مقام خدمته إننا نحن الذين نخرج أنفسنا من دائرة فنائه المقدس الأمر خطير جدا نذهب إلى فاصل فهذا هو المراد من صناعة تيار فكري مجتمعي إنه تواصل إنساني عقائدي مجتمعي بين منتظري إمام زماننا الحجة بن الحسن من دون قيادة سياسية أو دينية من دون قيادة عشائرية أو مجتمعية إنها حركة الوجدان العقائدي في قلوب الشيعة المنتظرين عبر العقيدة السليمة وعبر الفكرة الصحيحة فأنا لا أتحدث عن تنظيم سياسي أو عن جمعية خيرية أو عن تكتل سياسي يدعو إلى زعامة شخصية معينة إنني أقول لكم هذا فكر أئمتكم تدارسوه وتواصلوا فيما بينكم تواصلا إنسانيا اجتماعيا من دون قيادات ومن دون رموز قيادية أكانت في رأس الهرم أو كانت بين طبقات الهرم فليس هناك من هرم حتى نحتاج إلى قائد يكون في رأس الهرم أو إلى قادة صغار ما يعبر عنهم بالكوادر بالكوادر العليا والكوادر الوسطى في التنظيمات السياسية وفي التنظيمات الحكومية وحتى في التنظيمات المجتمعية أنا لا أتحدث عن تنظيم أنا أتحدث عن تعارف اجتماعي وعن تواصل إنساني مادة التواصل هي فكر أهل البيت حديث التواصل عقيدة أهل البيت إنها الثقافة التي تطرح بين أيديكم عبر هذه الشاشة وإذا ما وجدتم منفذا آخر وبوابة أخرى هي أفضل من هذه البوابة فتوجهوا إليها وتركوا هذه البوابة فأنا لا أحدثكم عن تيار ينتمي لي شخصيا ولذا أحذركم من التركيز على هذا العنوان من أننا نحن تيار هذا وصف وليس عنوانا لتجمع نحن شيعة هذا هو عنواننا وانتهينا ووصفنا نحن منتظرون لإمام زماننا حينما أتحدث عن صناعة تيار فكري مجتمعي أنا أصف الحالة ولا أعنونها هذا ليس عنوانا لمجموعة من الناس ولابد أن يكون العمل علنيا مرارا قلت لكم في أحاديثي تحدثوا بعقائدكم في كل مكان في المقاهي وفي الديوانيات وفي دوائر العمل إذا كان ذلك مناسبا ليس هناك من شيء سري يخفى هذه عقائد أهل البيت في قرآنهم المفسر بتفسيرهم وهذه ثقافتهم في حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم قطعا بحدود مداركنا فنحن في عصر الغيبة وعصر الغيبة له قوانينه وسننه وشؤونه هذا هو الذي قصدته من التيار الفكري المجتمعي لأجل أن تكون هذه الأمانة العقائدية مبذولة للجميع لا أن تبقى حبيسة في كتاب مطبوع أو في برنامج تلفزيوني محدود هذا هو المراد من التيار الفكري المجتمعي وهذا هو أسلوب أئمتنا في عملهم مع الناس عموما ومع شيعتهم خصوصا أقرب لكم الفكرة من خلال كلماتهم هذا هو الجزء الأول من الكهف الشريف وطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة ميتين وسبعة عش باب أن الأئمة نور الله عز وجل الحديث الأول بسنده بسند الكليني عن أبي خالد الكابلي عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه الحديث طويل أذهب إلى موطن الحاجة منه الإمام الباقر يقول لأبي خالد الكابلي والله يا أبا خالد الإمام يقسم ليس لأجل أن يصدقه أبو خالد الكابلي ولا لأجل أن نصدقه نحن أئمتنا صادقون مصدقون لا يحتاجون للقسم هذا هذا القسم لإلفات أنظارنا من أن القضية مؤكدة من أن القضية واضحة من أن القضية لا تحتاج إلى الكثير من البحث والاستدلال والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار وهم والله ينورون قلوب المؤمنين هم محمد وآل محمد والله يا أبا خالد لنور الإمام وهذه إلام التوخيد أيضا لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار وهم والله ينورون قلوب المؤمنين هذا هو روح التنظيم فيما بين أئمتنا وبيننا هذا هو روح التنظيم في عالم التنظيمات السياسية الاجتماعية الثقافية على اختلاف أنواعها هناك ما يسمى بالتنظيم الهرمي وهناك ما يسمى بالتنظيم الخيطي وهناك ما يسمى بتنظيم الخلايا المتفرقة وهناك ما يسمى بالتنظيم المجموعي هناك مجموعات كل مجموعة تعمل لوحدها لكن المجموعات هذه ترتبط في جهة من الجهات أسلوب أهل البيت في تنظيم الناس وتنظيم الشيعة فيما يرتبط بثقافتهم الدينية بعقائدهم بمعارفهم أسلوبهم هو هذا إنهم مصدر النور هذا هو التنظيم الشمسي شمس تشرق أشعتها ستكون نافذة في كل مكان لكنها قد تكون في مكان بمقدار كبير جدا وفي مكان آخر بمقدار ضئيل بحسب ذلك المكان وبحسب المنافذ المنفذ الكبير يدخل منه شعاع كثير والمنفذ صغير يدخل منه شعاع قليل هذه الأمور بديهية وواضحة لديكم فهذا الأمر لا يحتاج إلى سرية قد يقول قائل فأين التقية التقية فرضت علينا فرضا نحن في زماننا لا نحتاج إلى التقية كل شيء موجود في الفضاء العلني فأين هي التقية هذا لا يعني أن التقية قد أزيل تشريعها قطعا هناك مساحات تكون التقية فيها واجبة باختلاف الأمكنة باختلاف الأزمنة باختلاف الموضوعات والحوادث والأحداث باختلاف الأشخاص واختلاف شؤونهم لكن الأعمى في أوضاع حياتنا اليوم لا يحتاج إلى تقية باتت المعارف الدينية متوفرة في كل مكان عند أعدائنا وعند أصدقائنا عندنا وعند غيرنا فالحديث عن التقية في مثل هذه الأوضاع سفاهة وتفاهة إلا إذا استجدت ظروف نحن لا نعرفها ولا نعلم بها فإنني أتحدث عن الواقع الذي نعيشه اليوم والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار وهم والله ينورون قلوب المؤمنين وهذا المعنى هو هو بتمامه وكماله جاءنا في التوقيع الشريف في التوقيع المعروف بتوقيع إسحاق ابن يعقوب أقرأ عليكم من كمال الدين للصدوق الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة صفحة خمسمية واثنعاش وهذا هو المصدر الأصل لهذا التوقيع الشريف الإمام يقول إمام زماننا صلوات الله عليه وأما وجه الانتفاع في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب هذا الأسلوب في الغيبة وفي الحضور في الحضور هكذا يقول إمامنا الباقر صلوات الله عليه والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار وهم محمد وآل محمد وهم والله ينورون قلوب المؤمنين أكان هذا في زمان الحضور أو كان هذا في زمان الغيبة ولكل مقام ما يناسبه من السننين والقوانين وأما وجه الانتفاع في غيبتي الحجة ابن الحسن هو الذي يقول فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب هذا هو أسلوب أئمتنا إذن هذا التيار قائده صاحب الأمر ليس له من قائد من داخل التيار نفسه نحن نتحدث عن تيار شيعي عقائدي يلهج بذكر إمام زمانه ويؤسس ثقافة لنفسه ولغيره مبنية على قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم نحن لا نبحث عن هدف سياسي أو عن هدف اجتماعي لتحقيق زعامة اجتماعية في جهة من جهات حياة الأمة نحن نبحث عن قاعدة جماهيرية تحمل عقيدة إمام زمانها إن أدركت زمان ظهوره فهي تحمل المقدمات لنصرته وإن لم تدرك أيام ظهوره فهي حاملة لأمانة عقائدية تنتقل بطريقة مباشرة وبطريقة غير مباشرة إلى الجيل القادم مثلما انتقل الوجع الحسيني من جيل إلى جيل فإننا نريد أن ينتقل الهم المهدوي والذي يشتمل في داخله على الوجع الحسيني نريد أن ينتقل الهم المهدوي من جيلنا هذا إلى الجيل الآتي نحن الذين سنزرع هذا الهم إذا اتفقنا على صناعة هذا التيار نحن لا نريد أن نزاحم السياسيين فيما يتصارعون عليه ولا نريد أن نزاحم المراجع فيما يتكالبون عليه ولا نريد أن ندخل أنفسنا في أمر لا شأن لنا به في أحوال العشائر بل حتى في أحوال المواكب والحسينيات ولا في الجمعيات الخيرية أو منظمات المجتمع المدني لا شأن لنا بكل ذلك والناس أحرار إذا ما أرادوا أن يعملوا في كل هذه الاتجاهات نحن نبحث عن تيار إنساني قد يكون الداخلين في هذا التيار يقبلون عليه بدرجة خمسة بالمئة وقد يكون البعض يقبل بدرجة ثمانين بالمئة نحن لا نحاسب الناس ولسنا بسلطة تفتيش على العقائد هذه دعوة مفتوحة لنشر فكر أهل البيت عليكم أن تفهموها بهذا الفهم الواضح لا أن تفهم وكأنها تنظيم ومن هنا فإنني لا أتصل بشخص وأطالبه كي أقول له عليك أن تعمل كذا وكذا إنني لا أقوم بهذا الأمر أنا أطرح ثقافة أهل البيت بحدودي قدرتي وبحدودي ما أتمكن وأسهل وصولها إليكم عبر التلفزيون عبر الإنترنت وعبر كل الوسائل التي أستطيع أن أتعامل معها ثم يعود الأمر إليكم فأنا لا أنصب نفسي قائدا لهذا التيار هذا التيار ليس له من قائد من الشيعة هذا التيار تيار ينتظر قائده القائد هو إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وإذا ما تحقق هذا التيار على أرض الواقع فأنا فرد من أفراد هذا التيار ليس لي من خصوصية أبدا إنها دعوة لأن تجتمع القلوب ولأن تجتمع العقول على بيعة الغديرين مثل ما نقول في الغدير الأول اللهم والي من والي من نتحدث عن أمير المؤمنين وعادي من عاداه وانصر من نصر واخذل من خذل حينما فإنه يجب علينا أن نقول في الغدير الثاني عن إمام زماننا الحجة بن الحسن اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله حينما نقرأ في غيبة النعماني وهذه طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قموا المقدسة في صفحة الحادية وثمانين بعد المائتين إنه الحديث الخمسون حديث المشرقيين عن أبي خالد الكابلي عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطون إلى آخر الحديث إلى أن يقول إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه أما إني لو أدركت ذلك لستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر هذا هو واجبنا أئمتنا هكذا يتعاملون معنا والله يا أبا خالد الإمام الباقر هنا يبين موقف الإمام من شيعته والله والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار هذا موقف الإمام من شيعته وهو هو الذي يبينه صاحب الأمر في التوقيع الشريف وأما وجه الانتفاع في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب إمامنا هنا الباقر صلوات الله عليه يحدث أبا خالد الكابلي أيضا يبين لنا موقفنا أما إني لو أدركت ذلك لستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر هل أجلس في زاوية إمامنا الصادق بيّن لنا في صفحة الثانية والخمسين بعد المئتين إنه الحديث السادس والأربعون بسند النعماني عن خلاد بن الصفار سئل إمامنا الصادق صلوات الله عليه هل ولد القائم فقال لا ولو أدركته لخدمته أيام حياتي لو أدركته أما إني لو أدركت ذلك أدركت الزمان القريب من ظهوره لستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر ماذا أفعل إمامنا الصادق يقول ولو أدركته أدركت أيام إمامته ونحن في أيام إمامته ولو أدركته لخدمته أيام حياتي ونحن إذن هذا هو التيار إذا أردت أن تقول هذا هو تنظيم العترة الطاهرة بهذا الأسلوب هذه أحاديثهم وكلماتهم وحق الزهراء هذه كلماتهم هذه كلماتهم قطعا عطر الباقر وصادق يفوح منها إنه عطر القلوب عطر الباقر وصادق يفوح منها يفوح منها هذه كلماتهم وهذا هو برنامجهم التنظيمي مع الناس عموما ومع شيعاتهم خصوصا فهم لا يفرقون بين الناس وبين شيعاتهم الفارق بين شيعاتهم وغيرهم أن الأوعية الشيعية إذا كانت صادقة إذا كانت صادقة إذا كان الشيعي صادقا مع نفسه وصادقا مع إمامه فإن وعاءه المعنوية يكون أكثر استعدادا من غير الشيعة على أن يتقبل الفيضة من إمامه وإلا فإن فيض الإمام في كل مكان الناس هم الذين يمنعون أنفسهم عن فيضه ويغلقون أوعيتهم يغلقون أوعيتهم بحجب الضلال وأن يملأ تلك الأوعية بقذارات الباطل والجحود والابتعاد عن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إذا خذوا هذه الأحاديث وادرسوها تدبروا فيها هذا هو أسلوب الأئمة في عملهم في أن شكلوا تيارا عقائديا لا زال قائما إلى اليوم لم يستعملوا أسلوب التنظيم الهرمي ولم يستعملوا أسلوب التنظيم الخيطي و هذا هو أسلوبهم إنهم مصادر النور إنهم منابع النور وهكذا يكون التلاقي لو أدركته لخدمته أيام حياتي هنيئا لمن خدم إمام زمانه دقائق بصدق والله سينجو هذه الدقائق ستكون سببا لنجاته في الدنيا وفي الآخرة أنتم لا تعرفون معنى خدمة الحجة بن الحسن ستأتينا الروايات والأحاديث طوفانا نوريا وفيضا عقائديا في الحلقات القادمة تخبركم عن حقيقة خدمة الحجة بن الحسن نذهب إلى فاصل